وفي الحقيقة ما هو بسؤال علمي قد يكون إشكالاً يرتبط بأسلوب حديثي في برامجي المتأخرة حيث تغيرت طريقة كلامي وأخذت أستعمل ألفاظاً سوقية وألفاظاً قاسية جداً قد تكون محشة إلى حد بعيد وهذا أمر ما كنت أقترب منه في سالف السنين يتساءلون ما الذي دفعني إلى تغيير أسلوبي سأجيبكم في البداية بنحو إجمالي وبعد ذلك أضع بين أيديكم معطيات ثقافة الكتاب والعترة مرت السنون والسنون والسنون وأنا حين أتحدث عن مراجع الشيعة أتحدث بأدب عال وتوقير وذكر للألقاب التي يستعملونها مع أنني أرفضها جملة وتفصيلة لكنني أستعملها بحسب ما هم يستعملونها وصدقوني كادر قناة القمر يسمعونني الآن هكذا كنت أطلب منهم وما غيرت طلبي من أننا إذا أردنا أن نعرض صورة مرجع من المراجع صورة شخصية من الشخصيات الشيعية ابحثوا عن كل الصور المتوفرة وعرضوها علي كي أختار أفضل هذه الصور وعرضوها علي كي أختار أفضل هذه الصور وأجمل هذه الصور وأقول لهم أكتبوا على هذه الصور مثل ما هم يكتبون عن أنفسهم وكنت دائما أقول لهم إذا أردتم أن تأخذوا أو تختاروا صورة فافترضوا فافترضوا أنفسكم أنكم ذاهبون كي تخطبوا امرأة لهذا الذي نعرض صورته وقد أخذتم صورته صورته معكم لكي تراها تلك المرأة فاختاروا أفضل الصور وأعتقد أن هذا واضح جدا في برامجي فأنا لا أختار الصور السيئة والصور القبيحة والصور التي تعطي إحاء سيئا ودائما تكون الكتابات مع تلك الصور بحسب صاحب صورة وما يكتبه عنه أتباعه هكذا كنت أتعامل مع مراجع الشيعة بأدب عال وأنقل كلامهم من كتبهم لا كذبت عليهم ولا افتريت عليهم ولا حرفت كلامهم ولا قمت بعملية قص ولصق لو كنت قد فعلت ذلك لشهروه في كل مكان وأظهروه إنني تحدثت بصدق ونقلت كلامهم بأمانة من كتبهم بشكل مباشر وعرضت الوثائق والفيديوات وإننا وإننا لا نعرض فيديو حتى نتأكد من أنه لم يتعرط لتزوير أو فبركة أو تحريف نبذل قصارى جهدنا وكل هذا بمتابعة مباشرة مني أنا أتابع الفيديوات واحدا واحدا أتابع الوثائق وثيقة وثيقة وأنا الذي أرتبها أنا أختار الأوقات التي تقتطع من النصوص الأصلية حتى لا يعبث عابث بها أنا الذي أختارها بنفسي وأنا الذي أشرف على تسلسل عرضها وإلى آخر لحظة قبل دخولي إلى الاستوديو فإنني أذهب إلى المونتاج وأذهب إلى إدارة البرامج كي أشرف بنفسي على تفاصيل البرنامج الذي أقدمه كي أشرف على الفيديوات وعلى الوثائق لأنني صدقوني لن أستطيع أن أضع رأسي على وسادتي وأنا ما مستريحا وأنا ما أنجزت عملي على أحسن وجه بحدود الإمكانات المتوفرة لنا في هذه المؤسسة وبحدود قدرات البشرية التي تخضع للتقصير في بعض الأحيان وللقصور في أحيان أخرى هذا هو الذي كنت أفعله هم ماذا يفعلون معي يكذبون يقولون يقولون من أنني أفتر عليهم وكلاءهم خطباءهم أولادهم أصهارهم أتباعهم وسائل إعلامهم يقولون من أنني أكذب عليهم وأنا أتحداهم دائما أقول لهم أظهروا لي كذبة واعدة لا يستطيعون لأنني لا أكذب عليهم أنا أتحرد دقة والأمانة في النقل إلى أبعد الحدود لا خوفا منهم أفدا لا خوفا منهم هذه طبيعة لأنني لا أستريح حتى أنجز عملي على أحسن وجه مثل ما ترون ترتيب الكتب على الطاولة أمامي أنا الذي أرتبها أنا الذي أرتبها وأنا الذي أنظبها ولا أقبل أن أي أحد يضع يده هنا حتى هذا الموقت أنا الذي أضعه هنا لا أقبل أن أحد يمد يده في عملي هم ماذا يفعلون يكذبونني وبعد ذلك يفترون علي من أنني فعلت كذا وقلت كذا وأنا أتحمل هذا وأصبر على هذا تمر السنون تمر الأيام تمر الشهور أنا أتحدث بصدق عنهم أنقلوا كلامهم من كتبهم من دون تحريف أعرضوا الوثائق التي ترتبط بهم بعد أن أتأكد من دقتها وصحتها أقوم بكل هذا ومع ذلك أطالب الناس أن تتأكد بنفسها دائما أطالب المشاهدين أن يحترموا عقولهم وأن يتأكدوا من صحة المعلومات التي أطرحها وأقيم الأدلة الواضحة على بطلان ما يقوله هؤلاء المراجع هذا كله أنا أفعله عبر السنين والسنين والسنين وهم يواجهونني بتكذيبي من أنني أكذب عليهم من أنني أفتري على مراجع الشيعة من أنني من أنني من أنني وبعد ذلك يضيفون إلى كل هذا من أنني ماسوني من أنني أعمل في أجواء المخابرات الدولية من أنني كذا وكذا 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 وأنا أتحمل ذلك ما غيرت طريقتي ولا غيرت أسلوبي مع هؤلاء الكذابين الدجالين السفلة أتحدث عن كبار مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع القندرة إلى المرجع الأسفل كان هذا هو أسلوبي ولكن طالت السنون وبدأت أستشعر من أنه لم يبقى من العمر شيء وأنا أجد أمامي حاجزا سميكا من قدسية زائفة لهؤلاء المراجع لا حقيقة لها هؤلاء قمامة قمامة ناصبية وقذارة مخالفة لمنهج أهل البيت من عمائمهم الإبليسية العباسيهة القذرة إلى لحاهم الجهنمية ما زاد على قبضة في الأحاديث فهو في نار جهنم ولحاهم أكثر من قبضة رؤوس مشحونة بقذارات الطوسي وقذارات الشافعي وقذارات المعتزلة وقذارات الصوفيين والقطبيين الأنجاس رؤوس مشحونة بهذه القذارات ويضاف إليها تشكيك في مقامات أهل البيت إساءة أدب مع أهل البيت انتقاص من منزلتهم تشكيك في أحاديثهم ورواياتهم إلى قائمة طويلة من هذا الضلال الواضع رؤوس مشحونة بكل هذه القذارة عليها عمامة إبليس وفي أسفلها لحية جهنمية وهم يدعون كذبا أنهم نواب صاحب الزمان ولا يعرفون شيئا عن صاحب الزمان صنعوا جدارا سميكا من قدسية زائفة مادته دخية الشيعة وجهلهم وسفاهتهم فماذا أصنع مع ضيق الوقت ومع سفالة ودجل هؤلاء المراجع ومع واقع شيعي دخي سفيه أحماق ما وجدت إلا أن أقوم بإيجاد ثقوب وثغرات في هذا الجدار السميكي من القدسية الزائفة ولم أجد وسيلة لذلك إلا باستعمال الألفاظ السوقية والألفاظ القاسية والألفاظ المحشة وهذا هو الذي فعلته مع علمي أن هذا يخالف منهجي وذوقي السابق وأن هذا سيسيء إلى صورتي وإلى سمعتي وإلى شخصيتي وأن هذا سينفر كثيرين من الناس من طريقة هذه لكنني لا أبالي لا أبالي لأنني لست خاطبة ودي أحد لا أبالي بأي أحد أرى أن رسالتي ستؤدى بنحو صحيح بحسب قناعتي أنا لا أسألكم إلا أبالي بآرائكم ولا أحترم اقتراحاتكم لأنكم مسخرة أساسا مسخرة كيف أبالي باقتراحات مسخرة ومهزلة ومضحكة لحمير أعرفهم أتحدث عن عمائم النجف وكربلاء عن مراجع النجف وكربلاء القرآن يصفهم بأنهم حمير قد لا تتفقون معي أنتم أحرار ولا يضيرني أن تخالفوني ولا ينفعني أن توافقوني أنا أؤدي رسالتي فالذي دفعني إلى استعمال الألفاظ السوقية والألفاظ القاسية جدا والمحشة جدا في بعض الأحيان لأنني أجدها وسيلة ناجحة في يدي كي أفتح ثغرات في هذا الجدار السميك من القدسية الزائفة التي بنيت على خداع ودجل وضحك على الذقون يجينا شاعب أثول ذاكرته ضعيفة يتأتئ في الكلام فنفترض فيه من أنه الأعلم الأعدل هو فدو عد أحمار ويبدأ التقديس ويفرض سلطة أولاده وأصهاره علينا إلى أن يكرف الموت ونخلص من عنده نخلص من شر الأموال تسرق يأخذها الأولاد والأصهار انطوت هذه الصفحة اللعينة إجانا شايب آخر أثول طايع عضلة مثل اللي قبل أو نفس الفيلم ينعاد وهم يبدون من الصفر يبدون من الصفر حتى السرقات الماضية تمشي في طريقها ويبدأون سرقاتهم جديدة وهم راح يفرض أولاده وأصهاره المأبون والسرسري والصقاط ويجي يفرضهم على الشيعة من جديد وعلى هالرن يطحين اشناع وإلى أن يموت ويكرف الموت ونخلص من شرة وطه حتى حظة يجينا واحد وراء آخر مثله وهذا الفيلم مستمر من سنة أربعمية وثمانية وأربعين من أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف إلى يومنا هذا يروح سربوت ويجينا سربوت وهكذا هي إقطاعيات دينية إقطاعي ديني يذهب يولي ويجينا إقطاع دين جديد وهكذا تستمر الأمور وكلما مر الزمان كلما ازداد سمك هذا الحائط إنه حائط القدسية الزائفة التي أسسوها على جهل الشيعة وعلى حميرية الشيعة واستحمارهم رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أزداد على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لنا أخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل اطمئنم تركبهم يعني بش اش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلى أركب خمسة قال يلا مستعجب مش دارها قولها تركب يعني خلافة أميش مستعجب 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 أميش جميع بغلافة حالة السنو فقوش ديخ عرفي فقوش ونص عباس كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه ما لتأجيب الأسماء عرفة قال تركب كما تركب نعم الله يدير لا معلم إجمالية هذا واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة بالنسبة لذولة سرسرية هتلية سفلة وما أذكره من أوصاف لهم فهو كثير عليهم وأنا استعملت هذه الأوصاف بحسب الأدب القرآني بحسب ثقافة الكتاب والعترة سأقرأ عليكم ماذا جاء في قرآننا وماذا جاء في حديث العترة الطاهرة الذين أمرنا أن نتمسك بحديثهم ومنهجهم ودينهم وصراطهم أبدأ من قرآنهم أحاول أن أضع المعطيات بين أيديكم بنحو سريع فالمطالب كثيرة وفيرة ولا أدري هل أن الوقت سيكفي لطرحها أم أنني سأتمكن من طرح بعضها فقط أذهب بكم إلى سورة الجمعة في سورة الجمعة وفي الآية الخامسة بعد البسملة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار في تفسيرهم لقرآنهم هذا مثل لهذه الأمة وهذا مثل لرجال الدين وهذا المثل لكبار رجال الدين للمراجع إذا أردنا أن نطبق هذا المثل على مراجع النجف وكربلاء فإنه ينطبق عليهم بدرجة مئة بالمئة لو لم ينطبق عليهم بدرجة مئة بالمئة لماذا نقضوا بيعة الغدير وإذا قلتم من أنهم لم ينقضوا بيعة الغدير إذن لماذا فسروا القرآن بخلاف تفسير علي وآل علي تفسيرهم موجودة إذن لماذا استنبطوا الأحكام وفقا لطريقة الشافعي فطريقة علي وآل علي في الاستنباط موجودة تخالف طريقة مراجع النجف وكربلاء لماذا ولماذا ولماذا إما أنهم شياطين يعرفون الحقيقة ولكنهم يعبرون عليها ولا يؤمنون بمحمد وآل محمد وإما أنهم حمير فأنا افتردت فيهم الافتراض الأفضل من أنهم حمير بالضبط مثل ما جاء في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار فهل تستطيعون أن تقولوا من أن الله ليس مؤدبا إنه يتحدث عن كبار رجال الدين فهو لا يتحدث هنا عن صغار رجال الدين لأن صغار رجال الدين لا تأثير له التأثير لكبار رجال الدين من سورة الجمعة أذهب بكم إلى سورة المدثر وإلى الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة وما بعدها فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من خسورة بحسب أحاديثهم فالكلام هنا عن النافرين من إمام زمانهم عن النافرين من محمد وآل محمد فما لهم عن التذكرة معرضين التذكرة من عنوين ولاية علي وآل علي في القرآن فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من خسورة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رجزه في خيبر حينما واجه مرحب أنا الذي أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرغام آجام وليث قسورة أمير المؤمنين أمير المؤمنين بالسيف كيل السندرة أنا الذي أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرغام آجام وليث قسورة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة حمر جمع لحمار فرت من قسورة نقرأ في أحاديثهم أقرأ عليكم من مختصر البصائر إنه مختصر بصائر سعد الأشعري من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 329 من حديث طويل رواه لنا يونس ابن ظبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يتحدث عن أكثر العلماء والحديث عن علماء الشيعة عن أكثر علماء الشيعة فيقول وأكثرهم أكثر هؤلاء العلماء وأكثرهم يسفلوا ولا يرفع إلى أن يقول فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة هذا حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا به يونس ابن ظبيان من هذا الكتاب مختصر البصائر للحسني ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري وهو في أصله كتاب لسعد الأشعري من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم الحديث عن أكثر العلماء فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم الإمام هكذا قال وأكثرهم يسفل ولا يرفع يذهب في الاتجاه السافل فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة ثم قال يا يونس إذا أردت العلم الصحيحة فعندنا أهل البيت إذن هذه الروايات والكلام والعلوم من أين جاءوا به؟ جاءوا به من العيون الكدرة القذرة فهؤلاء هم الحمر المستنفرة فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة فما لهم عن التذكرة معرضي فما لهم يعرضون عن معارف إمام زمانه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وإلى سورة لقمان إلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وقصد في مشيك واغضض من صوتك وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير في تفسيرهم لقرآنهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله أجل من أن يخلق خلقا ثم ينكره إذن ما المراد من الحمير هنا هؤلاء حمير جهنم إنهم قتلت الزهراء سيكونون في تابوت بصور حمير جهنم وإن أهل جهنم ليتأذون من نهيقهما من صراخهما فأنكر الأصوات هي الأصوات الصادرة من أعداء فاطمة فالحديث هنا عن بشر حمير إنهم حمير جهنم تلاحظون أن هذا العنوان يتكرر في الكتاب الكريم فمن حمار يحمل أسفارا إلى حمر مستنفرة فرت من قسورة إلى أنكر الأصوات الذي هو صوت حمير جهنم هل تقولون عن الله من أنه ليس مؤدبا في تعابيره ما هذه تعابير تعابير قرآننا وهذه الأوصاف ليست في حديقة الحيوانات هذه أوصاف للبشر هذا الحمار الذي يحمل أسفارا إنه مرجع الدين كبار رجال الدين والحمر المستنفرة إنهم كبار العلماء قرأت عليكم كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء كبار الصحابة إنهم قتلت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فهل تقولون عن تعابير القرآن من أنها ليست مؤدبة أم أن الثقافة هي هذه الثقافة التي أمرنا بها تخلق بأخلاق الله هذه أخلاق الله ميزان الأخلاق لا أأخذه منكم أأخذه من الكتاب والعطرة من أنتم مقمتكم أنتم حتى تكون ميزان لي كي أعرف مراتب الأخلاق ميزان الأخلاق أأخذه من ثقافة الكتاب والعطرة الذي لا يتخلق بأخلاق الله هو هذا عديم الأخلاق والذي لا يتأدب بأدب الله هو هذا عديم الأدب من هنا أنتم حينما يسيء مراجع النجف و كربلاء أولئك الحقراء إلى محمد و آل محمد تبحثون عن أية ذريعة كي تستروا عوراتهم و لكن حينما أصفهم بما يصفهم الله و بما يصفهم محمد و آل محمد يؤذيكم هذا أنتم الذين لستم مؤدبين و أنتم الذين لا تملكون أخلاقا سليمة حسنة فميزان الأخلاق السليمة هو في قرآنهم و في حديثهم صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين و من الحمير من المراجع الحمير إلى المراجع الكلاب إلى سورة الأعراف و إلى الآية الخامسة و السبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف و أتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إنه بلعم ابن باعور من حملة الإسم الأعظم كما تقول الروايات و أتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ما كان ما كان عنده من الإسم الأعظم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين سبحانه و تعالى يقول لرسول الله و اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا و القرآن نزل بإياك أعني و اسمعي يا جار فهذا الخطاب لي و لكم نحن مأمورون أن نبلغ عن هؤلاء الكلاب عن هؤلاء المراجع الكلاب هذا مرجع دين كلب هذا كان من حملة الاسم الأعظم ذول السرابيت اللي عدنا بن نجف و كربلة أين يكونون من منزلة بلعم ابن باعورا هم ذول سورة الفتحة ما يعرفون يقرونها بشكل صحيح أين يكونون من هذا الرجل الذي هو من حملة الاسم الأعظم و مع ذلك فإن الله يصفه بأنه كلب حينما خالف إمام زمانه حينما خالف موسى الذي كان نبي زمانه و كان إمام زمانه في ذلك الوقت و اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين و لو شئنا لرفعناه بها لرفعناه بتلك الآيات بما أوتي من علم بالاسم الأعظم و لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض و اتبع هواه فمثله كمثل الكلب هو أسوأ من الكلب الكلب الحيوان هكذا خلق أما هذا بشر كلب كما مر علينا بشر حمار البشر الحمار أسوأ من الحيوان الحمار والبشر الكلب أسوأ من الحيوان الكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ثم يأتي الأمر فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فاقصص القصص حدث الناس بعورات هؤلاء المراجع الحمير بعورات هؤلاء المراجع الكلاب هناك مراجع دين حمير وهناك مراجع دين كلاب هذا منطق القرآن ما هو منطقي هذا أدب الله كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي هذا هو تأديب الله لرسول الله عبر قرآنه أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي حينما نصف الأشياء بما فيها بصدق وأمانة فهذا هو الأدب في أكمل صوره هذا هو القرآن هكذا يعلمنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون في سورة في سورة نفسها فإننا إذا ما ذهبنا إلى الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ما هي أفصافهم لهم قلوب لا يفقهون بها إنا لا نعد الفقيه منكم يا أيها الشيعة فقيهان أنتم تعدونه فقيهان هو لا يفقه شيئا لأن الفقيه في نظرنا في نظر العترة الطاهرة له مواصفات كذا وكذا وكذا فإنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون كذا وكذا وكذا لهم قلوب لا يفقهون بها هؤلاء الذين أنتم تعدونهم فقهاء ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغفلون تستمر الآيات ولله الأسماء الحسنى هذه الآية تأتي بعد الآية المتقدمة بشكل مباشر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والإمام الصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنى وذر الذين يلحدون في أسمائه الذين يلحدون في أسمائه الذين يجعلون أسماء الله في حدود الألفاظ فقط ولا يعتقدون من أن أسماء الله الحسنى هم محمد وآل محمد هذا حال مراجع النشف وكربلا عودوا إلى كتبهم العقائدية وعودوا إلى كتب تفسيرهم ستجدون هذا واضحا من أنهم يلحدون في أسمائه فيجعلون أسماء الله في حدود الألفاظ فإنهم يخرجونها من حقائقها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هؤلاء هم الذين تقدم الحديث عنهم في الآية السابقة لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هل تقولون عن القرآن ليس مؤدبا فهو فهو يصف أصنافا من البشر من علماء الدين بالحمير وبالكلاب ويصفهم بالأنعام بل هم أضال كالأنعام بل هم أضال ما هذا هو منطق ثقافة الكتاب والعترة نحن ماذا نقرأ في الصحيفة السجادية في أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية في أول دعاء ماذا نقرأ فيه والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا كلام واضح وصريح جدا هناك إنسانية تتجلى في الكون في فناء الكتاب والعترة وهناك بهيمية تتجلى في الكون في فناء بعيد عن فناء الكتاب والعترة أقرأ عليكم مرة أخرى ماذا جاء في أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية أتمنى عليكم أن تدققوا أن تتدبروا كي تجدوا فريقين هناك فريق يوصف بالإنسانية وهناك فريق يوصف بالبهيمية فريق الإنسانية في فناء الكتاب والعترة وفريق البهيمية في فناء آخر والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرف في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر